طيب بعد كده احنا تعالى نبدأ نشوف ايه هي بعض التعريفات المهمة اللي احنا بنستخدمها في حسابات الاحمال مهم جدا ان انا بقى فاهم كويس يعني ايه معامل الطلب او الديماند فاكتور الديماند فاكتور زي ما احنا شايفين هنا بيرمز له بالرمز بياخد اول طبعا حرف دي وهنا فاكتور اف يبقى دي اف الديماند فاكتور هو عبارة عن الماكسيمام ديماند لود اقصى اقصى ماكسيمام ديماند لود اقصى حمل مطلوب حالى الكوننكتد لود يبقى في عندك الديماند لود مكسمام ماكس الديماند لود على الجادة اللي هو الكنكتد لود طيب ده معناه ايه بقى دكتور معناه ان معامل الطلب هو النسبة بين اقصى طلب للحمل اللي هو المكسيمام ديماند لود تمام وده بيقاسب بوحدة الفولت امبير او بالواط تمام او الامبير خلال فترة زمنية معينة تمام بتعرف بقى بالفترة دي إن هي بيسموها فترة الطلب أو بيسموها demand period تمام بالنسبة للأحمال المربوطة يعني أقصى طلب على الحمل الكل المربوط اللي هو الconnected load الأحمال المربوطة دي يا شباب هي الconnected load سواء كان للحمل الكل أو الأحمال المتشابهة كالإنارة وأحمال التكييف وتكون قيمته اللي هو معامل الطلب أقل من أو يساوي واحد مهم جدا دايما معامل الطلب أو demand factor أقل من أو يساوي واحد لأن دايما المكسيمم demand أقل من الconnected أو يساويه تمام إذا كان حمل الإنارة الكل المربوط بيساوي مثلا ألف كيلو وات وكان الحمل الفعلي المستخدم تمنمية يبقى معامل قدرة هيبقى زي هيبقى تمنمية على الconnected ألف سفرين يروحوا مع سفرين يبقى تمامية على عشرة يطلع تمانية من العشرة هو دا demand factor مهم جدا يا شباب معامل الطلب طيب بعد ما احنا درسنا معامل الطلب رقم اتنين بندرس maximum demand load maximum demand maximum demand load او بيسموه اقصى طلب اقصى طلب حمل دا اكبر قدرة باور او تيار يمكن لجميع الاحمال ان تسحبوه من المصدر خلال فترة باقصى تيار او اكبر قدرة ممكن تسحبوا الاحمال خلال فترة زمنية معينة كساعة او يوم تمام وده يوقاس الحمل بوحدة الكيلو فولت امبير او بالكيلو وات او بالامبير طيب يمكن حصول عليه من خلال القياس اننا اركب اجهزة قياس او باستخدام اكواد والجداول الخاصة بشركات التوزيع والمنحنات بتاعتي اللي هو اقصى طلب حمل اقصى طلب حمل طيب الحمل الفعلي بقى اللي هو احنا نزلين كله شانا قولك connected load الحمل الفعل الموصل كام بيقولك لكل جهاز او معدة سعة اللي هي قدرة معينة وكذلك جهد تشغيل اللي هو الفولتج وتردد اللي هو الفريكونسي تمام معين موضحا بلوحة بيانات اللي احنا بنسميها بيانات لوحة بيانات المصنع او بيسموها النام بليت دايما اي جهاز عليه النام بليت طب ما انا الجهاز لسه مشترتهوش من الداتاشيت بتاعة الجهاز يعرف الحمل الفعل الموصل بانه مجموع الاحمال الموصلة المربوطة والاحمال المستقبلية وتكون قدرتها طبقا لبيانات المصنع لكل جهاز سواء بلوات او الفولت امبير او الامبير زي ما احنا قلنا يبقى دا الحمل الفعلي الموصل تمام يو احنا بصينا هنا دا عندي موتور تمام هنا جايب لي البرت نمبر والحصان دا واحد حصان والفريم تمام والكوت بتاعه والفولت شغال على ميتين وعشرين سري فيز مية وعشر اللي هو مية وخمستاشر سنجل فيز وبعد كده جايب لي الارب ام ريفليوشن بير مينت دا بيلف تلات تلاف ربعمية وخمسين لفة في الدقيقة والامبيرات المصحوبة والتايم بتاعه دا عبارة عن سنجل فيز اهو والامبين تنبريتشر درج الحرارة اربعين والهرت الستين والتايم بتاعه سي اس يبقى ديه المفروض دا هو الحمل الفعلي المطلوب او النبليت اللي احنا بناخد منها البيانات طيب اقصى طلب للحمل اقل من مجموعة الاحمال الفعلية الموصلة ليه؟ لان دايما اقصى طلب بيكون اقل من الحمل الفعل الموصل ليه؟ يتم اختيار احمال الخاصة بالمعدات الكهربية اكبر من الحمل الفعلي وذلك للامان يبقى انا فور سيفتي تمام؟ ان انا بحط احمال المعدات الكهربية اكبر من الحمل الفعلي وللتغلب طبعا على ظروف التشغيل المختلفة ممكن الحمل يزيد او يبقى فيه تيار بدء زيادة طيب ايه؟ رقم اتنين بقى ان طلب الحملة اقل من مجموعة الاحمال الفعلية جميع الاحمال الكهربية الموجودة داخل المبنى او المشروع لا تعمل عند اقصى حملة في نفس الوقت يعني انت مش هتجيب لي كل الاحمال شغالة بالفول لود في الفول تايم تمام؟ او في نفس الوقت اللي انت بتحسب عنه يوجد نسبة بين الحمل الكل عبارة عن احمال تقديرية للتوسع المستقبل لا تنساش ان انت عامل فوتشر او سبير لودز للامان ومش ضيفة وبالتالي يبقى اقل لا يمكن حساب جميع الاحمال بنفس الطريقة حيث يوجد تنوع في الاحمال مش معقول انها يحسب احمال التكييف زي احمال الانارة زي احمال مقاومات زي احمال الاندكتف وكذا يوجد احمال عبارة عن مقاومات اللي هي ريسيستي فلود واحمال عبارة عن ملفات تمام؟ حسية اللي بسميها اندكتف لود واحمال مركبة من مقاومات وملفات حسية يبقى ده برضو سبب من الاسباب بعض الاحمال لها معامل طلب سابت مثل لمبات التوهج العادية تمام؟ في حالة لمبة قدرتها الف وات فانها تسحب قدرة ميت وات عفوا فهتسحب ميت وات في حالة تشغيلها تمام؟ ضيب بعض الاحمال لها معامل طلب متغير زي المحركات على سبيل المثال غسالة الملابس الالتوماتيكية مثلا ويوجد بها مجموعة من البرامج يتم التحكم بها عن طريق محرك متغير السرعة يبقى انا مثلا الغسالة دي بتحكم فيها عن طريق محرك متغير السرعة تمام؟ ومدخل للسحب وتصريف المياه ومجفف وبالتالي تغير الحمل طبقا للبرنامج وبالتالي الحمل هنا متغير بعض الاحمال تكون اكبر بقليل من الحمل المطلوب على سبيل المثال حساب مثلا قدرة الموتور المطلوب لتشغيل مدخة مياه رفع لمجمع سكني تبين ان القدرة المطلوبة طبقا للحسابات ومعامل امان يجب ان تكون مثلا سبعة وثمانية من عشرة حصان مع العلم ان القدرة المتوفرة بالسوق تمام طبق الموصفات يجب ان تكون عشرة حصان يبقى هو حسب والله لان المفروض سبعة وثمانية من عشرة طب المتوفر في السوق ما ليش سبعة وثمانية من عشرة يبقى هو حط عشرة حصان وبالتالي اللود هنا متغير التعريف رقم اربعة وده مهم جدا اللي هو بيسموه متوسط الحمل او الافرج لود الافرج لود ده مهم جدا يا شباب عبارة عن قيمة الحمل المسحوب قيمة الحمل المسحوب خلال فترة زمنية معينة في تلك الفترة يعني ايه الافرج لود بيساوي توتال لود ديورينج البريود كام كيلو وات اور مقسوم على البريود نفسها اللي هي عدد الساعات بعد كده اللود فاكتور اللود فاكتور معامل الطلب وده بيبقى عبارة عن اللود فاكتور ده ال الف لود فاكتور عبارة عن الافرج لود الجهد المتوسط مقسوم على الديماند لود او الماكسيمام ديماند لود هو عبارة عن هو عبارة عن قيمة متوسط الطلب اللي هو ده الى اقصى طلب للحمل اللي هو الماكسيمام ديماند لود تمام وهو دليل على مدى كفاءة الانتفاع من الشبكة الكهربية او المصدر يبقى مين عليها اللي هو معامل الحمل او بيسموه في حتة مهمة جدا اللي هو بيسموها او معامل التباين ايه قصد بقى معامل التباين ده معامل التباين او ده عبارة عن الفرق بين مجموع اقصى طلب للاحمال الفردية الموجودة بنظام التوزيع واقصى طلب لكامل النظام نتيجة اختلاف وقت حدوث الطلب يعني انت دلوقتي هتجمع تمام هتجمع اللوت دايفيرس دي عبارة عن مجموع اقصى طلب الديماندات دا ديماند واحد ديماند اتنين ديماند تلاتة اربعة خمسة ستة لحد ان تمام اطرح منه الديماند اللي هو الدي بقى مجموع الانظمة دي هو الفرق بين الفرق بين يعني طرحة اهو نشتغل رياضة ياهو الفرق بين اهو طرحت مين بقى مجموع اقصى طلب للاحمال الفردية مجموع اقصى طلب الاحمال الفردية اللي هو ده. تمام? واقصى طلب لكامل النظام. يبقى ده اقصى طلب يبقى ده. هجمع الاحمال الفردية. الاحمال الفردية. واطرح منها اقصى طلب لكامل النظام. لكل النظام. اقصى طلب لكل النظام او لكامل النظام. واده هنا ايه? الاشارة السالب اللي هي الفرق. ده تباين الاحمال. طيب تعال نشوف مثال تعال نشوف مثال بيقول لك هنا والله تم تسجيل قراءات التالية كأعلى قيم استهلاك للأحمال خلال احد ايام اشهر اغسطو الشهر تمانية لشقة السكنية كما هو موضح بالشكل جي الراجل بقى هيعمل ايه هنا يدرس الفترة الزمنية وياخدها لك بقى عشان نعرف نعمل اللوت كيرف ده بالتفصيل من اتناشر صباحا لحد اربعة صباحا الصبح ده من اربعة للساعة تمانية الصبح بعد كده من تمانية الصبح لاتناشر الضهر من اتناشر الضهر لاربعة العصر من اربعة العصر للساعة تمانية في العشة من تمانية لانجد رك reproduction تاني ministries ب playable هو خد دراسة على كم خد دراسة على اربعة وعشرين ساعة طي الحمل المسحوب بقى كان كم بالوات لو لاحظت من اتناشر بالليل للساعة 7 كان الفين ستمائة واربعين طيب من اربعة لتمانية بدأ يزيد من تمانية الصبح لاتناشر تمام بعد كده من 12 ل 4 زاد جدا من 4 ل 8 بيئي 7 890 بعد كده من 8 بالليل ل 12 بيئي 2780 يبقى انا هنا لو بصيت هقدر اعرف تمام الحمل المسحوب على مدار اليوم طيب ايه انواع الاحمال قالك والله من 12 بالليل للساعة 4 الصبح كانت احمال الانارة 160 كانت احمال التكييف بالليل شغالة تمام 2300 كانت معدات الطبخ تمام 180 اجهزة الالكترونية ما كانش مشغل حاجة احمال اخرى ما كانش مشغل حاجة طيب من بالليل من الساعة اربعة الفاجر لحد الثمانية الصبح كان مشغل 160 نفس احمال الانارة والتكييف هو هو وزاد معدات الطبخ صحيح الناس الصبحة هو بدأت شغل معدات الطبخ فزادت بيت 1800 وشوية وبالتالي بيئي المجموع الكلي بتاعهم 434 طيب لما نيجي بقى نشوف في حالة الساعة اربعة العصر للساعة تمانية في العشرة دي والله الراجل شغل احمال الانارة زادت 360 وشغل التكييف شغل كذا تكييف تاني تمام؟ شغل ضعف التكييف يعني كان 2300 بيئة 4600 وبعد كده معدات الطبخ وفي عندي اجهزة إلكترونية تلفزيون وكمبيوتر وغيره وأحمال أخرى ده كله اشتغل في الفترة من الساعة تمام؟ أربعة مساء للساعة تمانية مساء المهم جدا تعمل تحليل لطبيعة هذه الأحمال طيب هو الراجل بيقول لي والله بعد دراست الجدول ده البيانات بتاعة الاستهلات للأحمال الكهربية للشقة السكنية دي إذا كان الحمل الفعلي لجميع الأجهزة 12,880 إحنا لو جينا هنا لو جينا هنا تمام؟ خدنا إن الحمل الفعلي 12,880 جمعنا طبعا كل الأحمال اللي هي فين؟ أهي الأحمال المسحوبة كلها دي أهي جمعناها هطلع 12,880 احسب معامل الطلب هنشوف أعلى أعلى طلب خلي بالك أعلى قيم الطلب كان 7,000 اللي هو ده 7,890 كل اللي عليها هقسم 7,890 اللي هو أقصى طلب على الحمل الفعلي الكلي تمام؟ على الحمل الفعلي الكلي خلي بالك دي فيها غضب دي 12,880 في سفر هنا نقص هتطلع طبعا لازم احنا تطلع أقل من واحد فقلنا الـ demand factor 62% أقل من الواحد طيب في حاجة مهمة جدا يا شباب بيسموها الـ coincidence factor أو بيسموه معامل التزامن أو التطابق معامل التطابق ده كمام الـ CF ده عبارة عن maximum demand load for the system maximum demand load for هو عبارة عن النسبة النسبة اللي هو شرط الكاثر دي بين أكبر قيم الطلب لحملة فردي أكبر قيم الطلبة اللي هو maximum demand load للـ system الى مجموع قيم طلبات الحمل لجميع الوحدات داخل المنشأة السكنية أو الشبكة التي عليها نفس مصدر التغذير تمام ويكون أقل من أو يساوي الواحد الصحيح ويعتمد على نوع الأحمال واختلاف الاستهلاك وتناسب عكسيا مع عدد الوحدات يبقى أنت هنا عندك عندك الـ MDL اللي هو أكبر طلب للحمل بغض النظر عن وقت حدوثه أكبر طلب في اليوم كله تمام على مجموع طلبات الحمل لجميع الوحدات الـ Total الـ TDL الـ Total demand load وهنا الـ MDL اللي هو maximum demand load for the system وبالتالي هو بيبقى أقل من الواحد يبقى أقصى طلب لجميع الوحدات داخل المنشأة أو المشروع أو شبكة توزيع لا يحدث في نفس الوقت فإن أقصى طلب كل للحمل يكون أقل من مجموع قيم الطلبات وبالتالي يبقى أقل من مين؟ من واحد في بعد كده عامل مهم جدا بيسموه الـ Diveristy Factor معامل التنوع أو التشتت معامل التنوع أو التشتت ومعامل التنوع أو التشتت ده هو معكوس معامل التباين يبقى عكس التباين اللي هو الـ Diveristy Factor هو عكس معامل التباين النسبة معكوس معامل التباين النسبة بين مجموع الأحمال القصوى غير المتزمنة الفردية للتقسيمات الفرعين المختلفة في النظام ما إلى الحد الأقصى خلاص يبقى الـ Diveristy Factor هو عبارة عن السمميشن على الماكسيمم دماند لود